السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوانا في الله اينما كنتم نحييكم اليوم بغيت نتحدث على واحد الموضوع ميستر ابي والله انا حزت في نفسي وقلت لازم نتكلم مع لبلش علاش لماذا لانني احب صناع المحتوى وهذا الناس اللي يبادروا بالاعمال الخيرية وميستر ابي انا ما نعرفهش كشخصيا ولكن نعرفه على منصات تواصل الاجتماعي انه كان ينزل للشارع وينزل للطبقة الكادية ويعاونهم ووقف مع ناس بزاف ودارس والح بزاف اللي يقعوا يديرهم الرجال ولكن مرة الايام وميستر ابي تحصل على منصر واذا بالشعب اللي كان يعاون فيه ميستر ابي يا اخي ممكن ممكن هذو كومنتير السلبيين اللي كانوا يدوروا في التعليقات انا كنت نقرأ بزاف التعليقات ممكن هذو ناس ممكن كانت يعاونته خلاص ومع انت يهضر فيك يقول لي ماتاك شي يوصل لك فاذا بالشعب كامل قلت لكم يدور عليه انا بغض النظر هل ميستر ابي يستحق هذا المنصب او لا يستحق هذا المنصب هل له الشهادة بهذا المنصب ولكن النص عرب به راجل ويقف مع القلاليل انا بالنسبة لي الشهادة ما عندها حتى معيار بالنسبة لي الشهادة ورق لكل جني تعليقات سلبية انا اخبركم لانه انا عندي شهادات عندي اربع شهادات عندي بزاف شهادات الاكسبيريونس ولكن للأسف شديد بدون مصر هل كامل للنساء والرجال الذين هم على مناصبهم هل اخذوها بجادارة واستحقاق في البلاد هذه ام معانتها يا ميستر ابي خبرك الشعب هذا ما بغاك استطلع لانك كنا طلعت ما توليش بالك تعاون في هذه الناس ممكن خلاص وخبرك شا يديروا لك يبغوا يديروك في قرعة ويبلعوا لك معانتها تولي انت تتاحهم لماذا لانك يسرت او سيرت حياتك لهم انت معانتها حياتك الخاصة خليتها هنا الشعب اكتقول باللي طارت ليش هم من قناته ديميسيونيت على الجال هذا الناس باش نعاون ونوقف معهم معليش انت درتها في وجه ربي كنت ما تهدرش خليها ولازم تعرف باللي يجي نهالي الدور مزيه يا ميسر ابي ما طلعتش بيك شغل طلعت بيك داروا علم تعاونهم كنت في وعد الرئيس مش باب ما شاء الله توقف معهم ونشاهدو لك بالخير الحاجة اللينا عارفوها ظاهري نشاهدو لك بالخير معانتها انت ادعي ربي عرفت الناس كي طلعت بيك وما طلعتش بيك اي تخيل طلعت بيك يا تورا ما بغوا هالكش حتى زينة عم تهيبغوا هالك لي ما هي الزينة للأسف الشديد واللهي انا احب الناس اللي يدين الخير على هذي هدرت عليك يا ميسر ابي داروا كرام يحاوسوا لازم تكون عندك شهادة ويحاوسوا كتعرف فرنسي وتعرف لانجلي كيكو التعاون فيهم ما كانش خصهم الفرنسي والانجلي لا كانوا هاك كانوا يقولوا ايه ميسر ابي يا رجل زعيم زيت فيها ودارواك قيع داروا واللهي اللي انخلعت هذو هما تقول نسبهم وما تديرش عليهم تدير حسابك كل مرة الجاية اه برك انت فيني غلط كنت ما تديرش هذوك لي لايف توالا سمح لي يا هناني نهضر هاك كنت ما تديرش هذوك لي لايف توالا ما تبيلهم زررك خلاص اه وعساهو خير لعلهو خير ما عطاكش ربي هذو المنصب صحيح ما تزعف ما تقول حاجة وغضغرة لعلهو خير بلك فيها الخير فيها الخير لي كنتا ما تديت هذا المنصب ومن هذا المنصب عرفت بزيف سوالح وتعلمت بزيف سوالح في دنيتك حتى وكنت شوفوك تروح بالميز للخارج ولا تروح للبلد أوروبي ولا بلد آخر يهضروا فيك هذرق أو دوخر يتبدلوا تشوف العجب معناتها يبغوا يديروك في قراءة ويبلع لك سمعان تايات تاحهم ما تروحش وتخليهم لازم ما تريحش ولا طاحت بيك ما كاش لي يوقف معك الله المستعين واش نقوله ما نحن نقصده الكل ولكن هذه الحقيقة المراء للواقع اللي أنا عايشينه سؤال مطروح كي جيت على أبي هذرت وبركة كامل الناس لنا في المناصب يدعوها بجذرة ويستحرقها هل الدول العالمة الممتازة باش وصلوا يا أنا سرعت لي يا خوتي وقلعوني حتى من مناصب أنا أستحقها ولكن عمري في حياتي ما هذرت عمري في حياتي ما ما قلت كلمة خليتها الرب سبحانه وهو على بل وشكين هو عالم بالغيب وعالم شكين في القلوب معناتها الحياة هذي اللي أنا عايشينها كن أعطانا الله أقدارنا لاخترنا القدر الذي نعيشه اليوم يا أخي توكل على الله كمل في حياتك كما كنت ومجزي تهدر على هذا الموضوع معناتها هذا وإنه يحاوسوا للشهادة يحاوسوا الفرنسي والانجلي والإسبانية والألمانية يكن التعاون فيهم ما كان يحاوسوا عليها معليش الإيسار يتعلم الحياة السلام عليكم